السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أعزائي الصغار؟ عنوان درسنا لليوم بمادة الرياضيات هو الطرح باستعمال خط الأعداد الطرح باستعمال خط الأعداد إذن يا أول عنوان درسنا لليوم هو الطرح باستعمال خط الأعداد الطرح باستعمال خط الأعداد هيا بنا أول انظروا هنا العد التنازلي ما معنى العد التنازلي يا أول قلنا سابقا العد التصاعدي هو البدء بالعد من العدد الصغير للكبير أما التنازلي من الكبير لالصغير من الكبير لالصغير بنبدأ بالعد من العدد الكبير ونبلغ لالصغير انظروا هنا إذن العد التنازلي هو أي العد من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر إنظروا هنا يا أول سوف نبدأ بالعد التنازلي من رقم 10 عشرة تسعة ثمانية يلا أول عده معي سبعة ستة خمسة أربعة هيك يا أول بنكون عدينا عد تنازلي عد تنازلي وقلنا العد التنازلي العد من العدد الكبير إلى العدد الصغير إذن بنبلش عد من العدد الكبير وبننزل من الكبير إلى الصغير نتاجات اللي لازم يحققها الطالب بهذا الدرس يجد ناتج الطرح باستعمال خط الأعداد دمن العدد عشرون دمن العدد عشرون انظروا هنا يا أول في الحديقة إثنى عشر بطة نزلت خمس بطات منها إلى البركة كم بطة بقيت خارج البركة؟ كم بطة بقيت خارج البركة؟ نزلت خمس بطات منها إلى البركة؟ كم بطة بقيت خارج البركة؟ في الحديقة إثنى عشر بطة نزلت خمس بطات منها إلى البركة؟ كم بطة بقيت خارج البركة؟ حديقة يوجد إثنى عشر بطة كم بطة بقيت خارج البركة؟ كم بطة يا أول؟ هيا بنا نقوم بعد البطات التي بقيت خارج البركة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة إذن كم بطة بقيت خارج البركة؟ سبع بطات طيب يا أول الآن سوف نقوم بتمثيل هذا المثال عن طريق ماذا؟ مسألة طرح كم بطة كان معي؟ إثنى عشر بحط الاثنى عشر العدد الكبير دائما بالأول ناقص كم بطة؟ نزلت شعني نزلت خمس بطات منها إلى البركة؟ يعني ناقص ناقص كم بطة يا أول؟ ناقص خمس بطات إذن العدد الكبير بحطه بالأول بعدين بطرح منه بنقص العدد الصغير اللي هو خمسة اثنى عشر ناقص خمسة يساوي كم يا أول؟ كم بطة كانت ضل معنا هون؟ سبع بطات أحسنتم انظروا هنا يا أول ما اسم هذا الشكل؟ رائعون خط الأعداد ما اسم هذا الشكل يا أول؟ خط الأعداد انظروا إلى هذا المثال يوجد لدينا هنا خمس تفاحات كم تفاحة يا أول؟ خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة الآن يا أول إذا أخذنا من الخمسة ثلاثة يعني طرحنا من الخمسة ثلاثة أخذنا نقصنا كيف يا حلوين رح نمثل هذه المسألة؟ حكينا إذا بنا نكتبها عطريقة ما دا يا أول؟ عطريقة مسألة بنحكي معنا كم تفاحة؟ خمسة بكتب هنا خمسة عدد خمسة نقصت طرحت أخذت شو معناها؟ معناها إشارة ناقص طرح خمسة ناقص كم؟ كم تفاحة أنا أحط عليها أكس أشحتة ثلاثة معناته خمسة ناقص ثلاثة كم يساوي يا أول؟ كم يساوي الآن سوف نقوم بتمثيل المسألة على خط الأعداد عشان نعرف الناتج حقيقة هيا بنا خمسة وين الخمسة بروح أخط الأعداد بدور على عدد خمسة الآن يا أول رح نبلش نعد تنازلي كم رقم لازم نعده تنازلي ثلاثة أرقام ثلاثة أرقام هاي تنازل هاي الرقم الأول خمسة أربعة ثلاثة اثنان مرة أخرى يا أول لدينا هنا خمسة ناقص ثلاثة يساوي هلا بنشوف كم يساوي خمسة ناقص ثلاثة حسنا أول قلنا نذهب إلى خط الأعداد وبندور على أي عدد يا أول على عدد خمسة أحسنتم بروح عند الخمسة بحط تحتها خط الآن يا أول رح أعد على التنازلي رح أعد على التنازلي كم عدد لازم أعد على التنازلي ثلاثة أعداد ثلاثة أعداد حكينا تنازلي يعني من الكبير لالصغير تنازلي من الكبير لشو يا أول لالصغير حسنا خمسة الآن سوف أقوم بطرح منها كم عدد ثلاثة أعداد معنا تو بدي أعد تنازلي ثلاثة أعداد هيا بنا خمسة أربعة هاي العدد الأول ثلاثة هاي العدد الثاني اثنان هاي هيك عدتي أول كم خطوة ثلاثة خطوات ثلاثة أعداد تنازلية حسنا أول إذن خمسة ناقص ثلاثة يساوي كم اثنان كم يساوي اثنان إذن خمسة ناقص ثلاثة يساوي اثنان يساوي كم يا أول اثنان مرة أخرى كيف بنمثل هاي المسألة بنحكي دائما بنروح بندور على العدد الأول الكبير على خط الأعداد كم هنا العدد الأول خمسة بروح على خط الأعداد بحط خط تحت رقم خمسة ولازم من الخمسة أطرح كم عدد كم عدد تنازلي لازم أعد ثلاثة أعداد حسنا هاي العدد الأول هاي واحد بتصير أربعة اثنان ثلاثة إذن هذه ثلاثة خطوات طرحت ثلاثة عددات كم صار عند الناتج اثنان إذن خمسة ناقص ثلاثة يساوي اثنان قطفت رزان اثنى عشر وردة حمراء ثم أخذت منها أختها ميرة أربع وردات حمراء كم وردة بقيت مع رزان كم وردة بقيت مع رزان الآن يا أول بداية سوف أقوم بكتابة المسألة بحكي وين العدد الكبير الاثنى عشر أين العدد الكبير يا أول اثنى عشر تمام والعدد الصغير كم أربعة معنى المسألة يا أول إنه كان مع قطفت رزان اثنى عشر وردة تمام هاي عددهم اثنى عشر وردة حمراء أخذت منها أختها ما معنى أخذت يعني نقص العدد هي يعني طرح نقص العدد طرح كم وردة أخذت منها أربع وردات أربع وردات إذن بحكي اثنى عشر ناقص أربعة هاي معي اثنى عشر وردة بدي أخذ منهم أربعة حسنا أول الآن سوف أقوم بكتابة المسألة وبعدين بمثلها خط الأعداد عشان أعرف الناتج إيش العدد الكبير الاثنى عشر ما معنى أخذت يا أول معناها ناقص طرح اثنى عشر ناقص كم كم أخذت منها أربعة أحسنتم الآن سوف أقوم بتمثيل المسألة على خط الأعداد لأرى الجواب بدي أروح أخط الأعداد على أي عدد يا أول على أي عدد أحسنتم العدد الأول دائما بروح أخط الأعداد بدور عليه كم العدد الأول يا أول اللي هو الكبير العدد الكبير بكون بالطرح اثنى عشر بروح هيا الاثنى عشر بدي أقفز كم قفزة على التنازل كم وحدة أربع قفزات حكينا العدد التنازل من الكبير لالصغير يلا هاي القفزة الأولى بتصير احدى عشر الثانية عشر تسعة ثمانية هكي كم قفزة أنا قفزة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة كم وحدة أربعة بس هون يا أول ابنا ننتبه إنه إحنا بنقفز تنازلي بنقفز شو يا أول تنازلي كم عند أي عند أي رقم أفت يا أول عند رقم ثمانية عند أي رقم عند رقم ثمانية إذن اثنى عشر ناقص أربعة تساوي كم يا أول ثمانية تساوي ثمانية مرة أخرى بروح بمثل بروح أخطس الأعداد بحكي وين العدد الكبير الاثنى عشر بدور عليه هاي الاثنى عشر كم لازم أقفز كم قفزة يا أول أطرح تنازلي أربع أربع قفزات لازم أقفز أربع قفزات بس بقفزهم يا أول تنازلي بقفزهم شو تنازلي يعني العدد لازم يصغر بزغر العدد إذن التنازلي من الكبير لا لصغير هاي القفز الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة حسنا أول عند أي عدد وقفت عند أي عدد وقف القفز عند العدد ثمانية أحسنتم إذن إثنى عشر ناقص أربعة يساوي كم؟ ثمانية حسنا أول هيا بنا نكمل أستعمل خط الأعداد لأطرح بدءا بالعدد الأكبر ثم أعد تنازليا أستعمل خط الأعداد لأطرح بدءا بالعدد الأكبر ثم أعد تنازليا انظروا هنا يا أول رح أستخدم خط الأعداد عشان أطرح جملة موجودة عندي مثال على ذلك انظروا هنا لدينا هذه المسألة إثنى عشر ناقص أربعة إثنى عشر ناقص أربعة رح أبدأ يا أول من أي عدد بالعدد الأكبر بالعدد الأكبر يلي هو إثنى عشر بعدين رح أعد تنازلي رح أعد شوية أول تنازلي تنازلي كم عدد رح أعد تنازلي أربع أعداد إذن رح أقفز هنا على خط الأعداد ببلش من إثنى عشر ورح أقفز أربع قفزات تنازلي تنازلي يعني إحدى عشر القفز الأولى عشر القفز الثانية تسعة القفز الثالثة وثمانية القفز الرابعة إذن إثنى عشر ناقص أربعة تسعة القفز حسنا أول انظروا هنا الآن يا أول سوف نقوم بحل الأسئلة بكتاب الطالب صفحة خمسة وأربعون أتحقق من فهمي أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الطرح انظروا هنا يا أول الآن سوف نقوم بقراءة هذه المسألة سبعة عشر ناقص أربعة سبعة عشر ناقص أربعة كيف أول رح نمثل هذه المسألة على خط الأعداد انظروا هنا بروح خط الأعداد بدور دائما على العدد اللي بيكون موجود هنا العدد الأول بحكي سبعة عشر سبعة عشر أين هي؟ ها هي سبعة عشر ناقص كم يا أول؟ ناقص أربعة شو يعني ناقص أربعة؟ يعني بدي أعدى على التنازلي أربع خطوات أربع قفزات رح أقفز من السبعة عشر أربع قفزات تنازلياً هاي واحد اثنان ثلاثة أربعة شو العدد اللي وقفت عنده يا أول؟ آخر قفزة كانت عند أي عدد؟ عند عدد ثلاثة عشر أحسنتم حسناً المسألة الثانية تسعة ناقص ثلاثة تسعة ناقص ثلاثة مرة أخرى تسعة ناقص ثلاثة هلأ يا أول؟ شو بعمل وان بروح؟ بروح خط الأعداد دور على أي عدد يا أول؟ على العدد الأولاني الكبير شو هو يا أول؟ تسعة ما هو؟ تسعة هلأ بحكي بدأ روحي عند التسعة أقفز ثلاثة قفزات تنازلياً أطرح من التسعة ثلاثة شو يعني أطرح من التسعة ثلاثة؟ يعني رح أقفز على خط الأعداد ثلاثة قفزات تنازلياً انظروا القفز الأولى ها هي الثانية الثالثة ما هو العدد يا أول؟ لأنه مقفز عنده ما هو العدد؟ ستة أحسنتم ما هو العدد؟ ستة إذن تسعة ناقص ثلاثة يساوي ستة تسعة القفز السادسة وسبعة القفزة الثامنة إذن خمسة عشر ناقص سبعة يساوي ثمانية يساوي كم يا أول؟ ثمانية انظروا هنا هيا بنا نقرأ هذه المسألة عشرون ناقص ستة عشرون ناقص ستة يا أول عشرون ناقص ستة رح نروح أخط الأعداد ونبلش من عند عداد كم؟ عشرون أحسنتم ونقفز يا أول كم قفز تنازلي؟ كم بدنا نقفز؟ ست قفزات تنازلي بدنا نطرح من العشرون ستة بدنا نطرح من العشرون ستة هيا بنا أول إذن هيا بنا هاي القفزة الأولى هذه الثانية القفزة الأولى صارت تسعة عشر العدد القفزة الثانية كم صار يا أول؟ ثمانية عشر القفزة الأولى صار تسعة عشر الثانية ثمانية عشر الثالثة سبعة عشر الرابعة ستة عشر الخامسة خمسة عشر والسادسة والأخيرة أربعة عشر أحسنتم إذن نهيت القفز عند العدد أربعة عشر معناته عشرون ناقص ستة ستة كم يساوي أول أربعة عشر عشرون ناقص ستة يساوي أربعة عشر انظروا هنا الآن سوف نقوم بحل هذه المسألة خمسة عشر ناقص أسفة أربعة عشر ناقص خمسة أربعة عشر ناقص خمسة رح أروح أخط الأعداد يا أول وأدور على أي عدد أحسنتم على رقم أربعة عشر ورح أبلش من وين من عنده من الأربعة عشر رح أبلش من عنده رح أقفز كم قفز تنازلي خمس قفزات تنازلي خمس قفزات هاي القفز الأولى هذه الثانية هذه الثالثة هذه الرابعة هذه الخامسة حسنا أول عند أي عدد وقفت عند العدد تسعة أحسنتم إذن أربعة عشر ناقص خمسة يساوي تسعة أربعة عشر ناقص خمسة يساوي كم يا أول يساوي تسعة القفز الأولى القفز الأولى صار العدد ثلاثة عشر القفز الثانية إثنى عشر الثالثة إحدى عشر الرابعة عشر والخامسة تسعة حسنا أول هيا بنا نكمل الآن سوف نقوم بحل المسألة الأخيرة ستة ناقص ستة يساوي كم يا أول ستة ناقص ستة يساوي كم الآن سوف نذهب إلى خط الأعداد ونبحث عن الرقم الأول حكينا يا أول دائما بيبلش من العدد الأول هو بيكون الكبير انظروا هنا هاي عدد ستة بدي أقفز تنازلي بدي أناقص كم قفزة ستة قفزات كمان هيا بنا لنرى يا أول كم يصبح الناتج هاي القفزة الأولى هذه القفزة الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة وهذه الخامسة وهذه السادسة قفزت ستة قفزات لما قفزت القفزة الأولى صار العدد خمسة والثانية صار العدد أربعة والثانية صار العدد ثلاثة والرابعة صار العدد اثنان والخامس صار العدد واحد والسادس صار العدد سافر إذن ستة ناقص ستة يساوي كام سافر أحسنتم أي عدد يا أول بطرحه من نفسه بطلع عندي المجموع الناتج سافر بطلع عندي الناتج سافر حسناً هيا بنا نكمل في إحدى المزارع ثمانية عشر خاروف منها سبع خراف صغيرة ما عدد الخراف الكبيرة؟ هيا بنا أول لنمثل هذا السؤال بمسألة الطرح انظروا هنا حكينا فيه بمزرعة من المزارع ثمانية عشر خاروف منها سبع خراف صغيرة يعني معي تمنتاشر خاروف منها سبع صغار كم عدد الخراف الكبيرة؟ كم يا أول؟ انظروا هنا إذن حكينا في إحدى المزارع كم خاروف؟ ثمانية عشر كم بدي أطرح مني الثمانية عشر يا أول؟ كم بدي أطرح مني الثمانية عشر هاي العدد الكبير هلأ كم رح أطلح أطرح من الثمانية عشر؟ كم؟ انظروا هنا لنرى كم هدول كم عددهم يا أول ثمانية عشر بدي أطرح منهم كم سبعة بدي أطرح منهم كم سبعة انظروا هنا لنرى الناتج هاي ثمانية عشر خاروخ بدي أطرح منهم السبعة الأشياء أول لصغار السبعة الصغار هاي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كم بقي لدي أول هدول السبعة الصغار أنا شلتهم هو بدي يعرف كم عدد الخراف الكبيرة الخراف الكبيرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احدى عشر إذن يا أول كم المجموع كم الناتج يا أول احدى عشر لأنه طرحت من الثمانية عشر السبعة الصغار كم ضل عدد الكبار ثمانية عشر ثمانية عشر ناقص سبعة يساوي احدى عشر يساوي احدى عشر هيك يا أول بنكون قبل ما نخلص درسنا بس شغلة صغيرة انظروا هنا يا أول اذا جبت لكم يا أول سؤال مثل هكذا اذا جبت لكم يا أول سؤال مثل وحكيت لكم اكتبوا جملة الطرح الممثلة على خط الاعداد ما يعني يا أول يعني بدي اياك انت تكتب لي شو ناقص شو وشو بعطيني الجواب شو بتعمله يا أول بتروحوا بتدوروا على العدد الكبير بتروحوا بتدوروا على العدد الكبير وين العدد الكبير هنا اين هو العدد الكبير بين هذول القفزات احسنتم الاربعة عشر اين هو الاربعة عشر بتكتبوا العدد الاول اربعة عشر حسنا اول اربعة عشر عم بنعدت صاعدي ولا تنازلي تنازلي بما ان بنعد تنازلي معناتها شو العدد الكبير كان اربعة عشر تمام اول صار كم تسعة معناته شو يا اول معناته عم بنعد تنازلي معناته طرح اربعة عشر ناقص كم قفزة انا قفزة بحكي واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة كم قفزة قفزتي اول خمس قفزات كم يساوي كم الناتج هاي الناتج اللي بكون عليه دائرة او اخر عدد انا بوقف عنده تمام تمام يساوي تسعة تمام اول هلا اذا حكيت لكم اكتب جملة الطارح المماثلة على خط الاعداد المماثلة على خط الاعداد انظروا هنا هاي اذا حكيت لكم بدي هاي المسألة يلا اول شو بنحكي انظروا هنا هيا بنا انا جايبت لكم خط اعداد و اسهم مثل هيك تمام بحكي لكم يا اول يلا مثلولي اكتبولي جملة الطارح هاي شو بدكوا تعملوا اول اجي بتحكو شو قليل مسحكتنا بانروح بندور على اكبر عدد وين الاكبر عدد بين هذول الاعداد وين ؟ بس اللي عليهم قفزات اللي ما عليهم قفزات مش محسوبين бум بكونوا وينو اكبر عدد د هادا احصنتم الخمسة عشر بروح بكتب اول اش كم يا اول خمسة عشر بحكي خمسة عشر صار العدد يصغر صار أربعة عشر ثلاثة عشر وهكذا معناته إيش بلشت أنقص بأن العدد بلش يصغر معناته أنا بلشتي أول شو أنقص أطرح معناته خمسة عشر ناقص كم ناقص واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نطيت كم قفزة يا أول نقصت سبعة معناته خمسة عشر ناقص سبعة يساوي كم شو العدد يلي أنا وقفت عنده آخر إشي آخر قفزة كانت عند أي عدد عند عدد ثمانية حسنا أول هيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر